مملكة البحرين تبرز أهمية المسؤولية الاجتماعية لدعم جهود ومساعي الكوادر الطبية والصحية بصفوف الأمامية لحفظ سلامة جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة من مخاطر وتداعيات فيروس كورونا حيث أن ذلك يتطلب التزاما جدا من أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتي لطالما أكد الفريق الوطني الطبي على أهميتها في تقليل عدد الحالات القائمة المصابة بالفيروس ومن أبرزها الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي في كل الأوقات والمناسبات وعدم إقامة التجمعات واختصارها ضمن نطاق العائلة الواحدة فقط وعدم إقامة الغبقات والمجالس الرمضانية وتجنب الزيارات المتبادلة لما تشكله هذه التجمعات من خطر على صحة وسلامة أفراد المجتمع ولأن الوقاية اليوم هي السبيل الوحيد في ظل انعدام وجود العلاج تأتي أهمية المبادرة بأخذ التطعيم المضاد للفيروس ضمن الحملة الوطنية للتطعيم خاصة وأن المعطيات على أرض الواقع أثبتت الدور الكبير للقاح في تعزيز الأمن الصحي واكتساب المناعة اللازمة للمجتمع عبر تقليل نسب انتقال العدوى والحد من تداعيات المرض خاصة على الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض ذلك بالإضافة إلى ضرورة التشديد على اتباع كافة التعليمات ومجمل الإرشادات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا ومنها أهمية لبس الكمامات ومواصلة غسل اليدين وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وتعقيم الأسطح باستمرار إن تعاون كل فرد ضرورة وواجب لصون صحة وسلامة المجتمع ككل حيث أنها تشكل حجر زاوية في دعم جهود الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة والتصدي بكل الإمكانيات والطاقات والخطط الممكنة لهذه الجائحة